أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حضرة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائبة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين السلام على مولانا إمام الأولياء وخامس أصحاب الكساء أبي عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته السلام على ساق المقربين بكربلة وإمام الراية وحامل اللواء أبي الفضل العباس ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم سادة الأكارم أساتذة الفضلاء أخوة الأحبة أخوات الكريمات ورحمة الله وبركاته وعاد المثول مجددا بلغة الولاء وراح أرباب القوافي يحشدون الحروف والكلمات والأصداء ويستقرضون قطرة حبر يمزجونها ببحور الشعر لتسكب نافلة للولاء عند كل ضفة من ضفاف الماء الضامي عند حضرة الساقي العطشان بعد أن نطق المعصوم عليه السلام بحروف اسمه شمائلا فضائلا ومآثرا بالصورة التي تجلت لدى الموالين إن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة وقد نطق شباكه المبارك بما أسكتته القرون المتطاولة جورا وظلما فهو العباس بكفين حجتين يرصان الزمان والمكان بين حركتهم المستدامة ولو شققنا قلوب المحبين لو وجدنا اسم القمر الهاشمي مطبوعا فيها عرفانا بمنزلة واعتقادا بكرامة ورهبة حضور ومهوى أفئدة ومقصد شكاية وقضاء حوائج وتلك قربته التي نصبت فوق السحاب فاستمطرتها قرائح الشعراء والكتاب قد أغدقت على الإبداع لونا فاردا مستطابا تنزف معه عواطف الهائمين بحروف العباس فعاش نبيا في خيالات شاعر وكان كلام السيف نظمه لحظة الاختبار وما ذلك إلا بوراثة حازها من أم الكمالات والفائزة بخدمة خير البريات باب الحوائج ومنعقد الآمال في كل بدء وكل ختام السيدة المعظمة أم البنين التي بكت أولادها دمعا وبكت الحسين روحا ووجودها إذ كانت أنفاسها عبرات وساعاتها زفرات وصباحها ندبة وبكاء ومساؤها تحسرا وأسى واليوم وفي هذه القاعة المباركة وتحت شعار الجود تسبيحة شعر بحر قوافيها الوفاء تقيم الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة قسم الشؤون الفكرية والثقافية وجامعة الكفيل مسابقة الجود العالمية للقصيدة العمودية بنسختها التاسعة في ذكرى وفاة السيدة الطاهرة أم البنين عليها السلام ويكون الشروع دائما بآي من الذكر الحكيم يتشرف بتلاوتها قارئ العتبة العباسية المقدسة علي الساعد فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم من على الأرائك ينظرون تعرفون إن الأبرار لفي نعيم من على الأرائك ينظرون ما تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم من ختامه وفي ذلك فليتنافس من خلقه إن الأبرار لفي نعيم صدق الله العلي العظيم وصل يا رب على خيرتك من خلقك محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى شهدائي مسيرة التضحيات في عراقنا العزيز لشهدائي فتوى الدفاع الكفائي المباركة والقوات الأمنية لشهداء المسير إلى كربلاء وبالخصوص إلى روح تلك السيدة العظيمة الباذلة أنفسا مقدسة والفانية في رحاب آل الله أم البنين نقف لنقرأ الفاتحة لهم جميعا الفاتحة أحسنتم كثيرا جزاكم الله خير الجزاء ونجدد الترحاب بكم أيها الأحبة أيها الكرام في مسابقة الجود العالمية التاسع للقصيدة العمودية والتي تقام في ذكرى سيدتنا أم البنين عليها السلام كلمة الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة يتفضل بإلقائها جناب الأستاذ الدكتور مشتاق العلي وحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم وصلا الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام على الحسين وعلى قمر الحسين سدنة المجاز وأمراء الكلام أصحاب الفضيلة والسماحة الأخوة وفود الاتحادات في بلدنا الحبيب وليسيما من المركز الدكتور عمر السراي المحترم وفد جامعة الكفيل الجهة الراعية لهذه النسخة ومداء كلية التقنيات الصحية والطبية وطب الأسنان والصيدة المحترمون الحضور جميعا مع حفظ الألقاب والمقامات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يذكر أن المؤرخ الإيطالي فيكو وهو من وجوه القرنين السابع والثامن عشر الميلاديين وهو أحد وجوه المعرفة الأوروبية في ذلك الحين أنه بنى كتابه العلم الجديد على فكرة الربط بين العقل بوصفه أداة للتفكير والعالم بوصفه مادته وتعكزت تلك الفكرة على مقولة مركزية عنوانها الحكم الشعرية مؤداها أن الشعوب الأولى قد بدأت بداية شعرية وأن الشعراء هم أول من تغنى بالأحداث التاريخية من هنا لم يكن العرب هم الوحيدون الذين جعلوا الشعر في صدارة موارثهم بل هي مشترك إنساني ذلك أنها لا تحمل العاطفة فقط أو الشعور فقط وإنما تحمل في داخلها رسالة وفلسفة فضلا عن الثقافة والمعرفة وإلا لما دعم النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم شعراء العقيدة ودعاؤه لحسان بن ثابت معلوم أشهر من أن يذكر وكذلك بالنسبة لأئمة أهل البيت عليهم والسلام إذ عاشت تحت ضلال كل إمام من الأئمة شاعر الكوميت شاعر الإمام الباقر عليه السلام دعبل شاعر الإمام الرضا عليه السلام وهكذا القائمة تطول إذن الشعر هو ليس فقط عبارة عن مصفوفات لفظية يراد منها إفراغ شحنات عاطفية وإنما الشعر وثيقة معرفية ثقافية إنسانية لذلك سعت العتبة العباسية المقدسة إلى دعم الشعر وإحياء الأنشطة والفعاليات التي تعنى به ومن ذلك المسابقة التي نحي اليوم في ضيافتها مسابقة الجود العالمية للقصيدة العمودية بنسختها التاسعة وعملت العتبة العباسية المقدسة على إشراك كافة التشكيلات ذات الصدوة الفكرية والثقافية والمعرفية برعاية هذه الأنشطة بالتناوم لذلك جاءت هذه النسخة برعاية جامعة الكفيل الموقرة من أجل إشراك الجميع في إحياء هذه الفعاليات التي تحمل ما تحمل من الرسائل المعلنة والمضمرة في الختام نخوض بتفاصيل هذه المسابقة من الطبيعي جدا أن تنتخب ثلّة من المثقفين من الأكاديميين وسيماهم ممن عني بالشعر ونقده ومتابعته من أجل الفرز والتقييم والتحكيم لذلك انتدبت الجهة المعنية وهو قسم الشؤون الفكرية والثقافية وجامعة الكفيل الموقرة انتدبت ثلّة من الأدباء والأساتذة كيما يكون لجنة تحكيمية وقد وفدت على اللجنة أكثر من ثمانية وسبعين نصا من تسع دول عربية وإسلامية هي مصر وسوريا ولبنان والبحرين والسعودية والجزائر والأردن وإيران فضلا عن البلد المضيف العراق وقد كانت المنافسة شديدة حسب ما سمعت من اللجنة التحكيمية بحكم أن النصوص التي وصلت للمسابقة كانت على مستوى عال من الصياغة والإبداع في الختام ننقل إليكم تحايا ودعاء سماحة المتولي الشرعي دام عزو والأمان الموقرة التي تسعى دائما إلى تدليل كافة الصعاب التي قد تعثر سير هكذا فعاليات وأنشطة ولا ننسى شكر التشكيلات كافة من داخل العتبة المقدسة أو من خارجها ولا سيما الاتحاد العام للأدباء والكتاب في مغداد وكذلك بقية الفروع في محافظات العزيزة سواء من وفد علينا برئاسته أو بأعضائه ولا ننسى الشريك الدائم لأنشطتنا الثقافية والمعرفية الاتحاد العام في كربلاء المقدسة رئاسة وأعضاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أيها الأحبة وقبيل أن نخوض في الاستماع للقصائد الفائزة في هذه المسابقات نكون مع فيلم لدقائق معدودة يتحدث عن انطلاقة هذه المسابقة في نسخها المنصرمة وهذه النسخة إن شاء الله فلنكن وإياكم مع هذا الفيديو سمعنا في الأمس شعرا ورأينا صورة وأخذنا الشاعر إلى الفرات وإلى العرق وإلى شجاعة العباس وإلى إخاء حسين وإلى زينب عليه السلام موسيقى موسيقى وكيف تضيع أسباب عمرتها وأن مقحمة الإذار فهرشة بها القدار تعين كمدى وقفت مع الفرات كدمعة عشرون عاما قد رأيت بعينها وطنا هناك والأنبياء الرسل ترمقه قل كيف أكتبك اشتعالا هائلا وعلى المسافر بالطفاق الجرد ساقية وكفك أنظر وعن الثفاف العاشق تشجر حياكم الله سادة الأكارم أخوة الأحبة خوات الفاضلات وما زال الشعراء يحظون بشرف المثول في حضرة أمير معسكر الشهداء في حضرته وحضرة أمه باب الحوائج إذ وقف العطاء مطرقا أمام الواهب للكفين ومتم ذلك العطاء بعين البصيرة سنكون الآن مع القصائد الفائزة في هذه المسابقة ونبدأ بالقصيدة التي تحمل عنوان عيناه نافذتا بصيرة للشاعر فاضل عباس عبيد طاهر الحلفي من العراق البصرة فليتفضل حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد السيدات والسادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 السلام عليكم 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 وبركاته فأي حفن عميق فاغه جسدا وامن تحوم به الدنيا على ضمئ والكون قبل منه الكف والعبدا رداؤه لشفاء الروح مدخر لكنه في عيون الحادثات ردا رداؤه لشفاء الروح مدخر لكنه في عيون الحادثات ردا دلال جينبه التشريح فانبجست حروفه نصرة لله واحتشدا وكاد يفتك بالتاريخ فاختلفت مصادر النقل حتى أصبحت جبدا وكلما دخل العباش خيمتها رأته رزقا لها من ربها عهدا وكلما دخل العباش خيمتها رأته رزقا لها من ربها عهدا وقال فتيتها لما ذووا عطشا عماه هيئ لنا من أمرنا رشدا وقال فتيتها لما ذووا عطشا عماه هيئ لنا من أمرنا رشدا فقام والخير معقود برايته والشر آن له أن يختفي أمدا نادى جهنم نادى جهنم حتى ظنها امتلأت هل من مجيد فضج الجيش وارتعدا كأنهم قوم عاد حيث ريشته تهب ريحا فما أبقت لهم أحدا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم وأصبح النهر عن جرفيه منفردا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم وأصبح النهر عن جرفيه منفردا فلو رأت أمهات الشرك صولته لقلن شبحان من لم يتخذ ولدا نادى جهنم حتى ظنها امتلأت هل من مجيد فضج الجيش وارتعدا كأنهم قوم عاد حيث ريشته تهب ريحا فما أبقت لهم أحدا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم وأصبح النهر عن جرفيه منفردا فلو رأت أمهات الشرك صولته لقلن شبحان من لم يتخذ ولدا بالموت أكرم مشكورا وكان شعيكم مشكورا بالموت أكرم مشكورا وفادتهم وأكرم الموت لما نحوه وفدا تخال قربته يما يغوث بها موسى ومرضعه في سهمها فقدا عين البصيرة لم ينفذ لناظرها شهم ولكنه أعمى بها رقدا عين البصيرة لم ينفذ بناظرها شهم ولكنه أعمى بها رقدا وأطبق الصمت في عينيه وأطبق الصمت في عينيه أسئلة غيبية لم تجد إلا الحسين صدا وأطبق الصمت في عينيه أسئلة غيبية لم تجد إلا الحسين صدا وحال بينهما موج الفراق وقد مد الوفاء لأمواج اللقاء يدا فلو سألت أبي الضيم عن يده أجاب صمتا إلى أن أسقط الوتدا وحال بينهما موج الفراق وقد مد الوفاء لأمواج اللقاء يدا فلو سألت أبي الضيم عن يده أجاب صمتا إلى أن أسقط الوتدا محرابه لم يجل يبكي لغربته منذ استقر على متن الصلاة هدى متيم بخضرار الوقت تعرفه كل الفصول ربيعا للحياة ندى متيم بخضرار الوقت تعرفه كل الفصول ربيعا للحياة ندى وآية لاختلاف الليل طلته وجه الصباح الذي لولاه ما وجدا فكيف ندرك ما معناه كيف يرى وكيف يوقد جمر الشوق لو بردا وكيف نحسبه فردا وكيف نحسبه فردا وقد بزغت كل نجوم وما أحفت له عددا ونودي الطفو هذا البدر فالتقط القيام منه ونودي الطفو هذا البدر فالتقط الشموخ منه لتبقى ثورة أبدا تعيد لحن حضارات مرؤته الأنقى وتستل من سرجونها أكدا هو الشعور الذي مضحل في لغتي تنفس الشعر من شباكه الصعدة تنفس الشعر من شباكه الصعدة شكرا شكرا لجناب الشعر فاضي العباس بعض الأخوة يسأل لمن لم تعلن هذه القصيدة في أي مرتبة فقلنا لهم أن الإذن في الشيء إذن في لوازمه وقد ألزموني بهذه المنصة والمنصة لي فإن شاء الله ستكون فيما بعد نبين أي قصيدة هي في المرتبة الأولى والثانية والثالثة وهكذا إن قبلتم فأسمعونا صلوات على محمد وآل محمد راح يهمي حقيقة الماء عنوان قصيدة للشاعر مرتضى حيدري آل كثير من الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راح يهمي حقيقة الماء حدق النهر في ملامح بدر ناضح في العيون حسنا ورهبة قاصدا تركض السيوف وتهوي بين جنبيه والمسافة كربة ذكرته ابتسامة الموج أن الطفل يبكي ما زال يطلب شربة وجهه يملأ النواضر صبحا يوسفيا أتى يوادع جبه إن من وجهه انعكاس علي أمه في مراتب الخلق كعبة وجهه يملأ النواضر صبحا يوسفيا أتى يوادع جبه إن من وجهه انعكاس علي أمه في مراتب الخلق كعبة زاده الله منه زبر هصور أرسل البغي نحو سقياه ذئبه شايعت عطره رمات عمات وسهام على الوجوه مكبة كيف لا يطعم السماء دعاء حين في كل طعنة منه ندبه رملت وجهها الرياح رملت وجهها الرياح وبات الرمل يتلوه كي يحرك جدبه كوثري ينساب جرحا إذا ما نهش الملح في ثرى المجد عشبة كوثري ينساب جرحا إذا ما نهش الملح في ثرى المجد عشبة راح يهمي حقيقة الماء ظام غيث هذا المدى تيمم تربه مذ أعار الضياء شكلا وقورا صهر الموت حين لقياه قلبه آه ما أفصح الشهادة نطقا عند بدر ما طاول الكون ندبه يا لهذه الشفاه باحت ضماء كلما الغيم مسه زاد خصبه قام عصفا ولف أعناق قوم كالتجاويف في المدى مشرئبه قام عصفا ولف أعناق قوم كالتجاويف في المدى مشرئبه سيفه قام في الرقاب كميا ما له غير قربة الله رغبه قد تهون انطفاءة الكون قد تهون انطفاءة العين لكن أن يرى في انسكابة الجود صعبه حيث ما فاض ماء قربته الله انتقاه وفي فم المجد صبه وهنا الآن بعد ألف يزيد نمتطي صهوة البطولات صوبه فوق رمل العراق ما زال ينمو شرف منه كي يحشد شعبه من ثنايا حمية الشعب بانت أربعينية بطعم المحبة والمنارات في السماء تنادي طرق المجد للعلا مستتبه شكرا جزيلا طيب الله لك الأنفاس وبعد هذه القصيدة نستمع لقصيدة أخرى قد فازت من القصائد الفائزة في هذه المسابقة العطرة على ضفة الله من الديوانية من العراق الشاعر علاء طاهر هارون حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على ضفة الله على كفه ينساب حلم مبعطر ولون من الإحساس كالحب أخضر وعذب جرى كالعمر حين تناثرت قطوف من الآمال والموت بيدر وكم كان للأقدار معنا مفاده يرى أن موج الله مجراه منحر هنالك كان النس يرسم لوحة أمام انحسار النه لونا ستكبر وقد رافقته وقد رافقته المعصرات لكي ترى بأي من الغيث النبي سيمطر ويستقرأ الأذواق حين يمسها بطرف فإن الذوق للذوق جوهر وقيل له أين استقرت بك الرؤى فقال إلى صوب الحياة سأعبر فيحمل نبض القلب بوح قصيدة بها أحرف التأويل ليس تفسر وها هي أحلام الفرات تقوده كإن شبيه الشيء بالشيء يذكر وصاغ من اللاماء ماء مقدس تغازله الشطان فالطعم كوثر ولا يرتجي إلا حياة أخي له ولا يرتجي إلا حياة أخي له فأهدى له نحرا إلى الله ينظر وقرر أن يجري مداد وفائه دماء على قصر الحياة تعمر فكل انكسارات الخيام بقلبه يؤججها جمر الضمى وهي تسعر عطاشا ورود الله إذ كيف للندى يعانقها شوقا وكالجود يقطر إذا كان سهم العين أعمى بصيرة فهذا هو العباس بالقلب يبصر إذا كان سهم العين أعمى بصيرة فهذا هو العباس بالقلب يبصر إذا استنشقته لا حياة عذوبة فلا شك بالأنفاس والحب تسفر وما يختفي الإنسان من عذب روحه فها هو قبل الطين ماء مطهر فكان رسولا للمرؤات كلها وآيته الكبرى جروح تكبر وفي زحمة الأشلاء خبأ موته وجرح اندلاق الجود بالقلب يهدر وراح إلى الرب الكريم بندبة لها كان في التاريخ سفر معبر إذا كان للفضل مجرب من أب فبالفضل والعباس يمتد حيذر فبالفضل والعباس يمتد حيذر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهدهد آخر للحزن من لبنان مع الشاعر حسن أمين رعد فليتفضل مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مدخل مكرر مزاد زيد الولاد واحد بي لهفة الأطفال بي أطفالي ومسرتي أن رافقوا ترحالي عباسنا بدء الحكاية فخرنا وعلى اسمه رتلت حرز عيالي ثاني العطايا حيدر سندي يدي والأسمر الجذاب طفل الغالي ومحمد بدر التمام وعزنا والشمس فاطمة جواب الآل هم نور نور والأمان لدمعتي في حضرة العباس أنمي بأعماق التوله فطرة لها من فيوضات الولاية جوهر أكحل ليلي بارتعاشة ريشتي ولست برسام ولا أنا منذر تحط حكايات الوفاء تحط حكايات الوفاء يمامة على كتف الإيثار والجود بيدر يكر يفر الرمل عقب جموعهم وتحت يديه الماء عذب مكوثر فيهدي ظماه النهر أبلغ عبرة بها عبرة كيف الأخوة تؤثر ففي قربة العباس أوضح صورة عن الطف أن في الطف ما لا يصور له من صفات الآل أجمل ما يرى وما لا يرى كالكون فالأب حيدر وفيه مدارات تعد نجومها لتبكي إماما بالعراء يدثر وفيه صباحات تبدل لونها وليل طويل بالوداع يكركر وفيه ابتهالات الرباب وزينب تقبل عينيه اشتياقا سيكبر وفيه الذي في الأنبياء تواترا بأصلاب من قبل الوجود تطهر يرى الناس في العباس سيفا مهندا ونحن نرى فيه الولاية تظهر ونبصر في معناه أنقاب صيرة تضيء ضروب العاشقين ليعبروا هناك على الأطفال مد سحابه ليهطل من عينيه عطف وأكثر بذاكرة الأجيال يرسم صورة حسينية والدهر حبر ودفتر يشجر آفاق الوجود بجوده فيورك من كفيه نصر مؤذر فيورك من كفيه نصر مؤذر يطرز للأفلاك راية ثورة يعم سناها الخافقين فنبصر بعين أب الفضل المرمى لنسفها ملائكة عند الضريح تكبر وتغبط في الزوار رائحة الشذا ففي تربة العباس مسكن وعنبر فيا هيبة الكرار فيا هيبة الكرار نبلوك جنة ونبلوك للكفار حتف ومحشر مضيت تمد الجسر سيفا وحكمة وبينهما جيش الضلال تخير تعيد عليهم ما تلاه محمد بأن إماميهم شبير وشبر وأن أباك المرتضى علم الهدى وأن طريق الحق لا يتغير إليك أخى السبطين نبع حقيقتي فهبني من الإيثار ما يتجذر تقول أخي وأنك للصبت الزكي كتيبة وغيظك مقذوم سهام وخنجر وأنك للجوزاء بوصلة العلا وأنك للصبت الشهيد معسكر وأنك ورأيتك بالخد التريب قصيدة إليكURE فانك لانك للشهيد في انتظارات وشوق يا منبر رأيتك في أمي رأيتك في أبي وفي كل شيعي بفضلك يفخر وعندي لحزني هدهد آخر أتى بما لم يحت خبرا به متبصر فخذ شعري الفطرية مهرا معجلا فإن دواوين الهوى لا تؤخر السلام عليكم هو مثول رائع لشعراء يحلمون أن يكونوا خداما لأب الفضل العباس مثول بحضرة أمير معسكر الشهداء عند الفاني في حضرة أخيه يا سيدنا يا أب الفضل هذا عطاؤك قد نال كل مطالب ما رد ضمآنا لحوضك مذبدا أما عطاك لخادميك أظنهم كنزيف جرحك مائزا متفردة إني لأغبط خادميك على الذي أغدقتهم بل قد أزيد لأحسده فصغير من خدموك أضحى سيدا بل من أضر لخادميك تسيدا أحسن الله إليكم بالخيرات ورشحة من آسر الجود من المملكة العربية السعودية والأخت الفاضلة الشاعرة أمل عبد الله علي الفرج نيابة عنها الأستاذ علي المطاوعة حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذهب ليملأ جوده لأعطاشا كربلا ولكن ماذا فعل العباس ملأ قربة لتكون محطا لأنفاس العاشقين وعنده يأسر العاشقون هواهم في حب أهل البيت عبر طريق أبو الفضل العباس فقد ملأ ذلك الجود ليكون ثقاية ولاء وفاء وذوابا في الحسين عليه السلام فمن أنت يا عباس رشحة من آسر الجود ما جئت من غرقي إلا إلى غرقي ما جئت من غرقي إلا إلى غرقي وفكرة الماء تغزو ألف منطلقي ومن أقاصي مداراتي سعى زمني كما اللهيب ثقيلا يحتسي قلقي وحزنه كالعراقي وحزنه كالعراقي الذي سحنت حروفه الآه ماذا بعد ذاك بقي ماذا بعد ذاك لقي مؤهل لاغتراف الدمع منكسر وموغل في استراق الليل والأرقي وسادر وسادر في البلاءات التي سقطت من الحسين فغط البوح بالشفقي يا هن وشيء من العباس ألمسه يا هن وشيء من العباس ألمسه أحسه برزخا والروح لم تطقي أحسه سفر روح ليس يشرحها إلا جراحي فيا لله لا تثقي مر النوى مر النوى مثلما ضاقت مسارحها لأن تستفيق بأحلامي ومؤتلقي فليس لي في قرابين الهوى مدد سوى المسير فيا روحي به استبقي لا شيء لا شيء إلا حكاياه التي نسجت بعض اخضرار بكائي فارتوى غدقي هناك واصعدت لله أمنية هناك واصعدت لله أمنية أن تسجد الروح في إيوانه الطلق فاستوقفتني الخطى فاستوقفتني الخطى عبر استعارته للروح في شاطئ بالبوح منطلقي مع الحيارة مع الحيارة وقفت الآن ما بيدي سوى اعتصار فهل شيء هناك سقي سوى اعتصار فهل شيء هناك سقي وقفت حيث نداءات الحسين أخي وقفت حيث نداءات الحسين أخي وهالة البذر تهوي دون مفترقي وقيل وقيل لي زينب شدت مواجعها وقيل لي زينب شدت مواجعها وجربت موتها في ظلمة النفق والشاطئ المر مواج على يده بكل شيء حسيني هناك بقي بكل شيء حسيني هناك بقي مجرح 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 بإباء ليس تعرفه إلا التي أنجبته صفوة النسقي مجرح مجرح بإباء ليس تعرفه إلا التي أنجبته صفوة النسقي تلك المدانة بالترتيل بارحها ضوء ويثربها ضوء لمنهرق ذاك تلك التي حشدت رغم الزحام هوا تلك التي حشدت نحو تلك التي حشدت رغم الزحام هوا غدت به غرسها والغدت به غرسها الممشوق بالألقي حد التدفق أعطت بالهوى مهجا سمت أعطت حد التدفق أعطت بالهوى مهجا سمت وضمت وعمت كل منبثقي سمت وضمت وعمت كل منبثقي فصورت قمرا والضوء زينبه من مرضع لوفاء فيه متسقي وفاؤه أينما تسبيحة عبرت ونورت أينما ترنو إلى الأفق والأرض والأرض تشتاق منه ما يطهرها والأرض تشتاق منا سورة الفلق والأرض تشتاق منه ما يطهرها والأرض تشتاق منا سورة الفلق أنا وبعض حواريه يسرقنا ذاك الوجود وذاك الجود فاستبقي ذاك الوجود ذاك الوجود وذاك الجود فاستبقي إليه يا روحي إليه إليه يا روحي بثي دللي وجعا شعرا فكل شعور بالحياة رقي أنا اصطفيت له نهرا وساقية في موطن من بقايا الروح محترقي لبست تغريبتي وصلا إلى عطشي لبست حرفي ففاض الماء في وراقي فكنت فكت أن أمتلي قطرا فإذا فكت أن أتملى قطرة فإذا دمعي أسال عناد الغيم من حدقي وحفبي سيد والجود في يده وسيرة النهر في عينيه لم تفقي يا آسر الجود يا آسر الجود منا يا آسر الجود ما معنى الجرار إذا ما كنت تعطي ورود رشحة العبقي ما كنت تعطي ورود رشحة العبقي لكي أفتح من رؤياك نافدة لكي أفتح من رؤياك نافدة من كل شيء وعلى من كل شيء على معناك متفقي فكربلاء أشاعت عن رؤاك رؤا فكربلاء أشاعت عن رؤاك رؤا وعن ذاك ندا يا ملتقى الطرقي ومن ذاك ندا يا ملتقى الطرقي والسلام عليكم ورحمة الله الشكر الجزيل لناظمة القصيدة ولقارئها الأستاذ الفاضل علي المطاوعة ومن هذه القصيدة إلى قصيدة أخرى لا يتبقى منك إلا أنت من مملكة البحرين مع الشاعر يوسف يعقوب علي المعامير فليتفضل حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا بأس بأبيات ولا إية نشنف بها أسماعكم إن شاء الله صلاة على محمد وآل محمد متشرف بالمدح لا أرتاب إن الهواء بمديحها غلاب عن فاطمة الزهراء ما إن أسلت الحبرة فوق دفاتري فإذا الحروف مآذن وقباب هي بنت من هي زوج من هي أم من تتعدد الأسماء والألقاب فإذا دعوت بفاطم فلترفعوا أصواتكم إن الدعاء يجاب السلام عليكم أيها الحفل الكريم نصي بعنوان لا يتبقى منك إلا أنت أغراك عصف الريح عينك ساهمة فكأنما أهدى إليك قوادمة عوذت جرحك عن هزيمة فارث فربطت في عنق القراب تمائمة ومضيت لا خوف عليك وإنما تشتاق نفسك في القراء مغانمة الحرب يا ابن الأكرمين ملاحم من غير سيفك يستدر ملاحمة والموت تمثال الخلود لآدم جاوزته حتى تجاوز آدم كفاك من نسج الحرير خيوطها ما إن مسحت بها الخدود ناعمة وإذا مشيت بها لساحة مقتل نلقى بها شرر الجحيم الحاطمة تبتل عينك بالدموع لطفلة لكنها عند القراء مقاومة جمعت بك الأضداد قلبك واحد ما زال يطلق للوفاء حمائمة قلب عصامي البناء وسوره العلوي يحضن للفتوة عالمة متحرز بالتضحيات تسوقها أهدى سليمان لكفك خاتمة حاش العقيدة أن تخون صميمها إذ كان نحرك للمدائن عاصمة أشعل فتيل رؤاك عزمك واعد والسيف قبل في العراك جماجمة ما مصرع إلا وكان نهاية نسجت عليه الذاريات مآتمة ما زلت تنبت في العراق ما زلت تنبت في العراق مواسما وتجي تحصد في العناق مواسما تأس النفوس المثخنات ضمادة وبغير صبرك ما صنعت مراهمة ما واهم إلا وخالك قصة شعبية تترى طقوسا حالمة حتى فركت من الصحاء في جلدها وأزلت آثار الظنون الآثمة وطفقت تزعم أن موتك شرفة منها تطل على السنين القادمة ما بين كفيك امتلت بيادقا ما بين كفيك امتلت بيادقا تصطاد أسهمها العيون الغاشمة ما بين جودك والفرات معالم السقيا وجودك ما أضع معالمه علمته قيم المروءة إذ به قد شد نحوك زنده ومعاصمه في الدرب تطلقك الجهاد قصيدة السيف مطلعها ولا من خاتمة سطرت ناموس الأخوة حاميا عرض النبوة لا تبيح محارمة وأقمت للشرف الرفيع سواترا أسرجت عينك في الليالي الفاحمة ما عدت تزهو بالحديد محزما لكن رؤياك الشفيفة حازمة يتأبط الإيثار قلبك والضماء ويعدها في النازلات غنائمة كالغصن ينبت وارفا من همة حتى يوافي بالسقاء براعمة وأتت كأسراب القطات كأنها جبريل مد إلى الرسول سلالمة شكلت معجمك النبي ولم تعر بالا لقصمك كيف صاغ معاجمة ما كنت تظفر بالمجاز مخاتلا لتصوغ فكرتك النقية قاتمة أثثت ميدان الوفاء مراسما مذ ضيع الجيش العتيد مراسمة ملعب قرية يا مليك عنانها إلا بأن تأتي الحقيقة صادمة والحزم يسكن في هواجسك التي أبعدتها عن نظرة متشائمة والحزم يسكن في هواجسك التي أبعدتها عن نظرة متشائمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسنتم وطيب الله لكم الأنفاس وطابة القريحة وسفر لانحناء الضوء من العراق من بغداد إقامة من الأردن أصلا مع الشاعر ميسون طاها مصطفى فلتتفضل جزاه الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله سفر لانحناء الضوء عجز الفناء غدا تطل خلوده لما هوت فوق الطفوف في زنوده ما جادها إلا ليكرم شأنها ويظل حرا لا تصاغ قيوده هو ذا أبو الفضل الذي من فضله كل الوجود عليه يقطر وجوده ليبلل ليبلل الوجه الجميل لفكرة في صخرها نقش رواه وريده وغدا يشرع للأخوة بابها وكأن أسرار الوفاء جنوده ألقى ألقى الحسين ألقى الحسين على الزمان قميصه لما تكحل بالبياض عميده وتنزلت في الطف آيات الرضا حين انحنى قرب الشريعة عوده كان كان انحناء الضوء يحمل سفره كالأنبياء من السماء تجريده كان اقتراف الماء محض كناية كي يستدل على الورود مريده عن قربة يبكي الفواطم ماءها لو لا السهام لم استحال وروده عن لامة حين استطالت قبة والريشتان على المقام بنوده عن رحلة عن رحلة للروح صارت قبلة في كل نفس هالها تجسيده قطعت من خلف الحجاب أصابعي لما أطل من الجهات شهوده يا يوسف الزوار يعلو باسمك القدسي لحن بالوفا تجويده وكأن يا عباس كانت طلسما بثم الحسين بروقه ورعوده حملت تمائمها سنابل جدتي فعلمت در القحط كيف تجيده وعلمت كيف إذا تباعد وصلنا بنداء يا أم البنين تعيده تصغي تصغي لمعناه الجبال خجولة من حمله والشاهدون جدوده حمل الأمانة والكفيل بكفهم سر تجلى للوجود وجوده كفل اخضرار الأرض بعد يباسها بدم تبدل بالنزول صعوده ويد كما الزيتون تنزف غيرة من جذوة المعنى أضاء وقوده تحني لهيبته الملامة رأسها إلا لزينب والجراح عوده لا يجرؤ الدمع ارتجالا عنده فلذا تعزت بالدماء خدوده تطفو على بحر القصيدة جمرة والحرف بر لا تطال حدوده من علم الأسماء يعلم كنهه ما بين حيدر والحسين عهوده شكرا جزيلا شكرا جزيلا للأخت الفاضلة ميسون طاها مصطفى على هذه القصيدة وهي سفر لانحناء الضوء وبعدها نستمع لقصيدة بعنوان تلاوة في سورة الكفين من العراق من كربلاء المقدسة والشاعر جمال رضاء المخيف فلتفضل مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد نحن في رحاب سيدتنا أم البنين فلا يبدو أن لكم الاحتياط لزوم في ترك الصلوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصيدتي بعنوان تلاوة في سورة الكفين اقرأ هنا العباس وهو سينطق ليطيب حبر للكتابة مطلق اقرأ هنا العباس وهو سينطق ليطيب حبر للكتابة مطلق فلسيد الماء المباح تلاوة في ذكرها يندى اليباس ويورق وقرى الجياع تحج في ايتامها ورواية العطش المؤبد تعتق لا كذبة في الماء ساحله فم وفم يرتل للظفاف مصدق ميراثه في الكربلاء دفاتر وقميص معجزة وباب يطرق وهو امتداد الضوء عند غروبه وإلى ختام الشهر بدر مشرق في سورة الكفين فاتحة إلى من جاوروه بعشقهم وتسلق بحقائب السفر البعيد إجابة وصهيل ذاكرة الأنا متشوق شغف ومرق المتعبين محبة يتلو بها ويعيدها المتسلق ونوافذ المعنى فوانيس على شفة الكمال وكافل متفوق من أول الصفحات من أول الصفحات وهو مراجل في كل سطر شاهق متعمل كذبت شهود الموت حين تفاخرت فالموت من أثر المهابة مطرق إذ لم تلد أي النساء بمثله ومن الأكيد على المدى لا يخلق من روعة التفسير في آياته أن عاف حتى الماء وهو معرق خجلا من الأطفال حين تلاقيا كف يجود وضامئ لا يطلق كف سوى كف الحياء كأنه مستطرق يسعى له المتخندق هذه مرايا الفخر هذه مرايا الفخر كيف يخطها في رقعة للدم حرف موثق ومجازة الوجع القديم رسائل وسنابل ملأة وذات أصدق في صفحة العباس فكرة عالم من دون جنح للسماء تحلق وعلى شفاه الصمت صورة في الجب فهو مطلق للآن لم أدو بدلوية قطرة من فيض ما شاء الهوى والمنطق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله أحسنتم وطيب الله لكم الأنفاس ومن البصرة العزيزة بعنوان على ضفة العطش للشاعر حسن أحمد عبدالصمد الأسدي فليتفضل حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على ضفة العطش حلم أرق الفرات مرارا واشتياق بصدره ضجنارا لشفاه تصد عنه وفاء للشفاه التي تجف انتظار ولواء لغيره الريح لم تسجد ولا صاغت الغيوم سوارا انه انت انه انت باسما في مرايا الماء تجلو الجموع عنها غبار هازئا من برودة الجمر تمشي فوقه تسكب الخطى أسرار كل جرح لديك ينزف ضوءا ويريدون منك أن تتوار كل جرح لديك ينزف ضوءا ويريدون منك أن تتوار مستحيل الممات كنت وقبل الموت ماتوا مذلة وانكسار مستحيل الممات كنت وقبل الموت ماتوا مذلة وانكسار كنت رغم الضمان دي وكانوا رغم كل المياه تل صحا مستحيل الممات كنت وقبل الموت ماتوا مذلة وانكسار كنت رغم الضمان دي وكانوا رغم كل المياه تل صحار ارم ارمي كفيك لست تحتاج كف فيد الله تغزل الانتصار ارمي كفيك لست تحتاج كف فيد الله تغزل الانتصار ارمي كفيك دجلة وفرات كل كلما جفت الضمائر ثار ارمي كفيك دجلة وفرات كلما جفت الضمائر ثار ارمي كفيك فوق صدر السماوات وسامين يشعلان النهار رتل الدهر آية كنت فيها تتحدى بلحظة اعمار رتل الدهر آية كنت فيها تتحدى بلحظة اعمار وكبرنا بحضن خبزك اجيال وما زالت الرماح صغار وكبرنا بحضن خبزك اجيال وما زالت الرماح صغار انها القربة التي ذبحوها قد سقطنا فانبتتنا غياء انها القربة التي ذبحوها قد سقطنا فانبتتنا غيارا لم اجد راحلا يوازيك معنا ترك الدرب مثخنا بالحيارا رأسه كان كافلا للسبايا قد سقاهم جلاله حين سارا رأسه كان كافلا للسبايا قد سقاهم جلاله حين سارا حجب الشمس ضوءه اذ تجلى قمرا في يد الفرات استدارا كيف قالوا لا طعم للماء لا عطر ومعناك عنده متجارا كيف قالوا لا طعم للماء لا عطر ومعناك عنده متجارا كيف قالوا في الطف كنت غريبا ولنا مقلتاك فاض الديارا كيف قالوا في الطف كنت غريبا ولنا مقلتاك فاض الديارا وشضاياك أعلنت أننا الأحرار لكننا بهن أسارا دون أيدي بقيت لكن أيديك إلى الآن تلبس الدهر غار دون أيدي بقيت لكن أيديك إلى الآن تلبس الدهر غار شكرا جزيلا شكرا للعزيز حسين أحمد عبد الصمد الأسدي وليس حسن تأصبوها برأسي وقولوا أخطأ العريف ونستمع لآخر القصائد التي من ضمن القصائد العشرة رقيم الاعتراف الأخير من العراقي من ذيقار مع الشاعر محمد جبار لفتح أيه بالصلاة على محمد وآل محمد السلام عليكم رقيم الاعتراف الأخير مدونات نهر غاف على سواق القبر مربكا حد في الصدى أتواره وشغوفا حد اشتعال انتظاره قطرة قطرة دسست بروحي وتركت البحار خلفي حياره مربكا حد في الصدى أتواره وشغوفا حد اشتعال انتظاره قطرة قطرة دسست بروحي وتركت البحار خلفي حياره جئت كفي استقي لي حياة بعدما استفحلت بوجه الصحار جئت كفي والمسافة طفل وانتظار وامنيات عذاره التفاصيل في محياه ضوء قد تبدى للمطفئين نهاره والشتات الذي أربيه ماء أعجزته الطفوف الاحتذاره غادرتني كفوفه والأماني مرهقات لجوده تتباره أطلق الماء من يديه فأضحى والمفازات في نداه أساره لحظة كنت ثم لا شيء إلا نهر من دموعه يتجاره لحظة بعدها عرفت بأن العطش المحظ يعزف الانتصار وبأن التي ذبلن شفاه سوف ينبتن فكرة ومنار وبأن العرق النبي إذا اغتاض سوى الموت ما أباح اختياره وأراه وحوله الجند بدر أحرج الليل رهبة وانبهاره لم يعد للهروب منه مجال فصدا سيفه انتحاب المهارة شكل الموت كيف شاء ارتجالا وكسى صفرة الوجوه مرارة وسقاهم من كأسه الرعب خزرا فتهاووا عن جانبيه سكارة موسم القطف صيحة فظلام فرؤوس تطايرك الفبارة في النداء الأخير تمت همس حملته الرياح دمعا مثارة ووداع فيه انحنى كل ظهر وشكت جبهة الدمار انكسارة وأراه وسهم عينه أرخى حوله المجد والسناء خمارة مارس الجود قربة من قديم قد تغنى بها الهدى واستجارة وتفيته خيمة ووعود عرشت في نياط قلب هدارة راودته الجهات لكن نفسا قد زكت بالحسين لا تتمارة أعين النخلي قد رأته اكتهالا للمعالي فبسملته افتخارة لو سليمان قد توكى بيا عباس ما ذاق ملكه الانهيارة ها أنا اليوم لو سليمان قد توكى بيا عباس ما ذاق ملكه الانهيارة ها أنا اليوم في القصيدة ملقا وهو اليوم موعد للغيارة كلما قيل يا أبا الفضل فاضت جفنة الوفد اذ دعوه اضطرارة كلما أعسرت وحم مداها فاح من شائك الأمور عرارة يا غماما في ساعة القيض ينهل سلاما حتى يقر الديارة يا طمأنينة الفواطم ها إني أرى الماء دون لثمك نارة أطفئ الجمر داخلي أو فدعني أخصف الروح من جراحي مرارة أو فلح من ضريحك الآن أخرى واعدني إلى شفاهك جارة شكرا جزيلا قد أبحرت اللجنة التحكيمية وأبحر الأخوة القائمون على هذا البرنامج النوعي الرائق وأبحرتم جميعا مع هذه القصائد الفائزة بالمراكز العشر والكل قد أدلى بدلوه كنافلة للولاء والكل يحلم أن يكون خادما في حضرة العباس وحضرته تتسع للجميع والعباس نجل علي وزينب بنت علي وأم البني تشرفت بأن تكون في بيت علي والحسين من علي قد أبحر الجميع في تلك الرحاب ويكون مسك الختام للخادم الصغير في رحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه بذكره الشرف تنال فضيلة الصلاة على محمد وآل محمد ضمئ الشعر أم جفاك الشعور كيف يضمى من فيه يجري الغدير كيف تعنوا للجذب أغراس فكر لعلي بها تمت الجذور وسقاه نبع النبي وهل بعد نمير القرآن يحلو نمير شربت حبه قلوب القواف فاستثارت أحرف وجنت شطور ضامئ الشعر ها هنا يولد الشعر وتنمو نسوره وتطير ها هنا تمد البلاغة فرعيها فتستاف من شذاها الدهور أيها الصاعد المغذ مع النجم هنيئا لك الجناح الخبير قد بهرت النجم مجدا وإشعاعا وإن ظن أنك المبهور وملأت الدنيا دويا فلا يسمع إلا هتافها المخمور فقلوب على هواك تغني وأكف إلى علاك تشير وسيبقى لك الخلود وللغافين في ناعم الحرير الغمور وستبنى لك الضمائر عشا ولدنيا سواك تبنى القصور وستبقى إمام كل شريد لزه الظلم واجتواه الغرور وسيجري بمرجع ذراء من حجرك نحر تقف سناه النحور حفظكم الله سادة الأكارم إلي أيها الأحبة لا تتركوني وحيدا كما ترك الكواز الحلي وقفوا معي فلما استيأسوا خلصوا نجيا بعدما تركوني فكأن يوسف بالديار محكم وكأنني بصواعه التهمون عياكم الله سادة الأكارم نشرع أولا بتكريم اللجنة التحكيمية الفاضلة التي أشرفت على هذه المشاركات وهذه المسابقة وأدعو ابتداءا جناب الأستاذ الدكتور فاضل الطائع عميد كلية التقنيات الصحية والطبية ورئيس وفد جامعة الكفيل للشروع بتكريم اللجنة الفاضلة حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد الدكتور حازم رشق التميمي دكتور حازم فأيتك بعيدا حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد الأديب الدكتور حازم رشق التميمي عضو اللجنة التحكيمية في مسابقة الجود للشعر العمودي بنسختها التاسعة والدكتور رحمن غرقان أيضا عزو لجنة التحكيمية دكتور رحمن فليتفضل حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد وهذه من البركات حقيقة أن ننعم بالصلوات المحمدية دائما في هذه الساعة الطيبة الفاضلة أحسنتم كثيرا وتكريم لعضو لجنة التحكيمية الدكتور علي المصلاوي فليتفضل أيه بالصلاة على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر والشكرا جزيلا لكم أستاذنا فاضل دكتور فاضل أبطائي عميد كلية التقنيات الصحية والطبية ورئيس وفدي جامعة الكفيل والآن نشرع بالتكريم الفائزين والحائزين على المراكز العشر وأدعو ابتداءا الدكتور عمر السراي الأمين العام للأدباء في العراق لاتحاد الأدباء عفوا الدكتور عمر السراي الأمين العام لاتحاد الأدباء في العراق حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد مع الحائز في قصيدته على المركز العاشر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرتضى حيدري آل كثير بعنوان راح يهمي حقيقة الماء حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد بقيت لكم تسع صلوات إن شاء الله ولي الحائز على المركز التاسع بقصيدته هدهد آخر للحزن من لبنان حسن أمير رعد حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد الله وعلى محمد وآل محمد وللحائز على المركز الثامن بقصيدة سفر لانحناء الضوء الأخت الفاضلة ميسون طاها مصطفى من الأردن أصلا وإقامة ببغداد هكذا هو المكتوب فلتتفضل حيوها وحيو الأخوة الأعزاء بالصلاة على محمد وآل محمد شكراً دكتور عمر جزاكم الله خير الجزاء وأدعو أستاذنا الفاضل سلام البناي رئيس اتحاد أدباء كربلاء إلى المنصة ولا تقولوا لي أن العنوان خطأ فأنا من مسلمة الفتح حيو الأستاذ السلام بالصلاة على محمد وآل محمد وللحائز على المركز السابع بقصيدة عنوانها لا يتبقى منك إلا أنت من مملكة البحرين يوسف يعقوب علي المعاميري حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد بقي السلوات إن شاء الله والحائز على المركز السادس بقصيدة رشحة من آسر الجود من المملكة العربية السعودية الأخت الفاضلة أمل عبدالله على الفرج أيضا ينوب عنها الأستاذ علي المطاوعة حيوه بالصلاة على محمد حيوهما بالصلاة على محمد وآل محمد وآل محمد وتلاوة في سورة الكفين من العراق من كربلاء المقدسة التي حازت على المركز الخامس والعزيز الفاضل جمال رضا المخيف حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد وآل محمد شكرا جزيلا أستاذ العزيز سلمكم الله وأدعو جناب الأستاذ الدكتور مشتاق العلي ومثل العتبة العباسية المقدسة ورئيس المجمع العلمي للقرآن الكريم فيها حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد وهو في الأوساط الأدبية من تعرفون ومع الحائز على المركز الرابع حسين أحمد عبدالصمد الأسدي بقصيدته على ضفة العطش وهو من البصرح حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد وعلى ضفة الله أو ضفة الله من العراق من النجف الأشرف الحائز على المركز الثالث علاء طاهر هارون أيه بالصلاة على محمد وآل محمد روح مصلى على محمد والقصيدة التي حازت على المركز الثاني رقيم الاعتراف الأخير من العراق من ذيقار من نصيب الأخ محمد جبار لفتة فليتفضل مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد على محمد بقيت واحدة إن شاء الله بقيت واحدة إن شاء الله وأما القصيدة التي حازت على المركز الأول فكانت من البصرة الفيحاء عيناه نافذة بصيرة مع شاعرها فاضل عباس عبيد الحلفي حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد شكرا جناب الدكتور سلمكم الله الكل قد أدلوى بدلوه والكل إن شاء الله نحتسبه قد نال شرف الخدمة في حضرة العباس أعتذر عن التقصير بخدمتكم والشكر للأقوى القائمين على هذا البرنامج حتى نوفق لمثله إن شاء الله دعاوا لكم بالتوفيق والسلام عليكم اشتركوا في القناة